اشتركوا في القناة الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة فوز منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية الرابعة عشر والتي اختتمت في المملكة الأردنيات الهاشمية وأكد سموه بأن الإنجاز العربي الذي حققه الأبطال يعد ثمارة من ثمار الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك المفدة إلى حركة الرياضية والذي نتج عنه تحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات لكافة المنتخبات الرياضية الوطنية ومن بينها منتخبات الكرة الطائرة التي لطالما كانت واجهة مشرفة للوطن بمختلف المحافل الخارجية وهنا أسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الأبطال الذين كانوا خير سفراء للرياضة البحرينية في المحفل العربي ليبرهنوا عن المكانة المتطورة للكرة الطائرة البحرينية وما تضمه من عناصر متميزة وأوضح سموه بأن اللجنة الأولمبية البحرينية ستعمل على دعم هذا المنتخب الذي يمثل مستقبل الكرة الطائرة وامتدادا لمسيرتها المباركة طوال السنوات الماضية معربا عن أمله في أن يشكل هذا الإنجاز دافعا أمام اللاعبين في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما والذي ستحتضنها المملكة خلال الشهر الجاري وأكد سموه أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني للناشئين لم يكن ليتحقق لولا الجهود الطيبة التي بدلها اللاعبون طيلة مباريات البطولة وإصرارهم على تقديم المستويات البارزة من أجل الظفر بالكأس البطولة والذي جاء ليثبت ريادة الكرة الطائرة البحرينية على المستوى العربي مقدرا العمل المتميز الذي قام به الجهازين الفني والإداري للمنتخب لتحقيق البطولة العربية كما ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الجهود المباركة التي قام به الاتحاد البحريني لكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة في تهيئة الأجواء المثالية أمام المنتخب الوعد لتحقيق هذا الإنجاز المتميز مشيدا في الوقت ذاته بالاستراتيجية التي يتبعها الاتحاد في سبيل إعداد هذا المنتخب لتحقيق التميز للكرة الطائرة البحرينية